الأسئلة اللي هتبقى مهمة أتساعة هنا يتايمون الوقت خليفة حفتر أيضا بأنه يقصف المدنيين سألته عن ذلك أنت تعيش الوضع في بني غازي هو قال أنه بالعكس هم الذين يتسطرون خلف المدنيين وهو حريص على عدم تدمير ليبيا وعدم إصابة المدنيين وبالتالي حينما ينتقلون من المعسكرات إلى المدن لا يقوم بقصفه أي حقيقة القصف الذي يحدث في ليبيا وما هي الانتصارات التي تتحقق على أرض الواقع تمام أستاذ الكريم ليس تمجيدا ولا تقديسا للأشخاص ولكن أمرنا أن نعطي لكل ذي حق حقه هذا الرجل اللواء الرقم خليفة حفتر هذا الرجل عمره الآن 71 عاما عندما كان عمره 30 سنة اشترك في حرب أكتوبر حرب العبور وكرمه وشرفه المجتمع المصري والأمة المصرية والمؤسسة العسكرية بقيادة السادات والمشير أحمد سماعي العلي بنجمة العبور هذا الرجل الذي قاد الحرب في تشاد وحمى الحدود الليبية هل يغفل على موضوع قصف المدنيين هذا الرجل كان بإمكانه أن ينهي هذه الجماعات في دقائق ولكن الضريبة سوف تكون حصيلة أكبر من المدنيين فهو رجل يعي جيداً وهو رجل أركان حرب يعي جيداً دقة الحرب وهو رجل شهدت له ديبورا وقالت بالحرف الواحد الحرب في ليبيا حرب يقودها الجنرال حفتر ضد الإرهاب ودليل ذلك أنه يقول المدنيين أخرجوا شهدت له ديبورا العدو شهد له لماذا أقول عدو؟ لأن الأمريكان هم من دعموا الأخوان في ليبيا هم من دعموا المؤتمر الوطني هم من دعموا عدم وجود جيش لأسف الشديد وأقولوا هدونا مواربة ولكن عندما جد الجد ديبورا والحكومة الأمريكية لم تشأ أن تخطأ مثل ما خطأت في 30 يونيو فاعترفت بعد خمسة أيام فقط أن ما يقوم في ليبيا هو حرب ضد الإرهاب فلسطة الوارو خربح